موسيقى سبسة كانو نتاني 2016 تحية صباحية للكم مشاهدينا مع بداية هنهار اكيد منوجه اطيب واستقال امنيات لكل الطوائف الارمانية اللي اليوم عم تحتفل بعيد السيد المسيح ان شاء الله دايما بينعاد عليكم بايام كل عيد كل افراح الحلو بلبنان انه اعياد متواصلة والكل بعيده بجميع الاعياد لكل الطوائف ان شاء الله هيدا الشي ينسحب على بقية الامور ونكون دايما عم نتفق على كل الاشياء اللي بتهمنا اليوم كمان عيد الاختاص دايما دايما ان شاء الله دايما بينعاد عليكم باحلى الايام عالم الصباح اليوم مثل العادي لغاية الساعة وحدة اكتر انتم موجودين ببيوتكن مفرصين عم بتتابعونا اكيد بعد التأس نص نص مع النوع معروف اذا كتير برد او كتير بلشت الشمس تطلع انما ما بيمنع انكن تستمتعوا بيها النهار يلي هو اخر النهار فلصة قبل ما ترجعوا بكرة الى الجامعات المدارس والاشغال شاف سليمان رح بيكون موجود معنا بخلال هالنهار واليوم كمان اطباق خاصة بعيد الميلاد صباح الخير كيفك اليوم شاء الله بنعاد عليك شاء الله بنعاد على كل اخواننا واصدقائنا واصحابنا عندي كتير اصحابي انا من الطيف الارمانية بتوجه لهم بمعايدي خاصة ورسمية في كتير اشخاص اليوم عم يحضرونها كمان بنوجه لهم معايدي خاصة جدا 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 وعننا اطباق خاصة جدا 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 نعم عنا طبقين بالجيج اليوم لزانيا مع الجيج وطبق تاني الجيج مع سويت بوتايتو عملنا كومبينيشن طيبي اليوم واريجينال وحلبي ورح تعاش بك اللي عندك اكيد بعد شوي قبل ما ننتقل ونشوف فقراتنا اليوم كيف رح بتكون بدي اذكر كل المشاهدين يلي حابين انه يتابعوا كمان شو عم بيصير بدبي بالتحديد بخلال شهر التسوق انه يوميا عم بيكون في عنا نقل مباشر مع زملائنا زاملاتنا يلي موجودين بدبي خلال كل هالشهر على تمام الساعة 11 رح منكون بنقل اذن مباشر اليوم رولا رح بتكون معنا اوهبة مني عارفة بالتحديد هلأ بعد شوي كمان نرجع منشوف مين وعمين نقلولنا كل الاجوائي اللي عم بتصير اليوم رولا اليوم رولا اذن رح بتكون معنا الساعة 11 لحتى نشوف معا شو عم بيصير بخلال شهر التسوق بدبي انه مع عالم الصباح اليوم كيف رح بتابع منشوف ساوء بحالة اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن مشاكل الصوت والحنجرة مع ريوة بيع صحة السلامة شو منتوقع صيحات مودة وجمال بال2016 مع لما بيشوفي الولاد اللي بيعانوا من بوردر لاين مع مايا بولادة بالدني مواهب فنية لذوي الاحتياجات الخاصة مع غسان بيصعب كتير اجدد الاخبار السينمائية مع غيدة بسينما ورشت ملح مع الشيف سليمين على وصفات من المطبخ اللبناني ستة كانون التانية 2016 اكيد حابين تعرفوا كيف رح بكمل هيدا نهاري عليكن من خلال الحظوظ الابراج كله ننتقل فورا لعند كارمن صحبتكم بالخير يوم الاربعة الستة كانون التاني يناير اليوم الامر مرفقنا من برش ناري برش القوس اليوم بكرة وبعد بكرة الاجواء حلوة صارت للابراج النارية مواليد برش القوس مواليد الحمل وأيضا مواليد برش الأسد كيف رح بيكون نهارنا منبلش مع برش الحمل بالنسبة لألك هناك تغيير جيد وحلو بناسبة حتى تستفيد منه بناسبة انك تقوي قلبك تكون جريء وتاخد بعض المبادرات اليوم هو يمكن اول يوم من اول السنة لهلأ بتقدر تاخد فيه قرار او تتجرأ لحتى توسع دائرة اعمالك وتحركاتك 1-2-3 نيسان ابريل الأوفر حظا ننتقل برش الثور مولود برش الثور الأجواء عندك اليوم تدعو الى التلاقي الى تحديد بعض الامور التفاصيل والسعي لحلة يعني اليوم ما بدنا نكبر رأس ما بدنا نكون عندها عنيدين بالعكس تماما بدنا نحاول نلتقي مع الآخرين في متصف الطريق يمكن اليوم في معاملات كتيري في بعض التفاصيل اللي لازم تنتبه له ما تتركه وما تهمله اذا بدك تنجح 14-15 ايار مايو الاكثر حظا ننتقل برش الشوزاء مولود برش الشوزاء مت مشكلة اذا معصب طول بالك اول شي بدك تنتبه هيدا الجو مكمل معك ثلاثة ايام اذا من اول تكي بدك تنزعش وتارك للايام الثلاثة الأجواء اذا متقلبة لكن انت بتقدر تدير الامور بكل هدوء اذا انت وعيث حالك وتدركت الامور اذا بعد عن المشاكل سفر سني بشكل خاص اذا كنت من موليد شهر ايار مايو ننتقل لبرش السرطان مولود برش السرطان بلش الشغل عندك هيدا الشهر اصلا شهر متعب ومرهق اليوم هو بداية الانشغالات الصعبة الشغل المهني او الروتيني اللي انت معود عليه اليوم بتحس انه فعلا بلش عندك خمس تيام ورا بعدها فيه ركض فيه تعب فيه مسئوليات فما تضيع وقتك بيضل المولود الاكثر تعبا نسبيا اليوم هو مولود شهر حزيران يونيو بنكمل مع برش الأسد مولود برش الأسد اليوم النهار حلو بيعطيك حقك اليوم النهار بيطمن لك بالك اليوم النهار بيحمل انفراجات حلوة خاصة على صعيد شخصي ورومانسي وعائلي اليوم تفرح بتفتخر بحالك اليوم بتلع بالك انك تنضم او تتعلم شي جديد او هواية جديدة وليش لا ثلاثة أربعة خمسة ثمانية تسعة أب أوسطس الأوفر حظان ننتقل لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء اليوم النهار معقولة شوي يخليك تحس بحنين للبيت او للعيلة او لشخص معين اليوم في شوية مزاجية طباعك منها القدية رائعة لكن انت بتقدر تمشي الامور بكل هدوء لانه الجو العام كتير حلو وبالتالي فيك تعتبر انه هايدي وكأنه بمثابة تجربة شخصية لالك حاول انه ما تنسعه بقدر المستطاع بيضلوا 16-17 أيلول سبتمبر الاكثر حظا منكمل مع برش الميزان مولو برش الميزان نهار مناسب للتواصل خاصة مع الاخوة والمقربين منك سواء كان بالبيت او اهل ولاد عم مثلا قزنز او عندك بالشغل اليوم نهار جيد لتوصل كلمتك او لتسمع لكلمة ورأي الاخرين باب التواصل اليوم مفتوح على مصرعيه وبالاتجاهين الاكثر عرضة للمواجهات للمعاكسات هو 19-11 أكتوبر 2021 مننتقل لبرش العقرب مولود برش العقرب اليوم نهار وكأنه فيه منائشات وكأنه فيه مفاوضات وهالمفاوضات هي يلي بتضمن او بتحمل دفع خسائر مكاسب او ارباح وكأنه اليوم عم بتناقش موضوع فيكون مهني فيكون مالي مصرفي او فيكون يمكن امتحان اكاديمي لذلك حاول تعطي افضل ما عندك وتكون جاهز واذا كنت من موالي 23-25 اكتوبر كن حذر جدا بعيد عن المجازفات ننتقل لبرش القوس مولود برش القوس الأمر ببرشة 30 وبالتالي خلالها ودولة 30 لازم تطلع بقناعة جديدة برأي جديد او بعنوان مهم لسنة الـ 2016 ضروري يكون فيه عندك عبر ضروري يكون فيه توجه ومسار حلو وواضح جدا بالنسبة لك هيدا هيدا الصفحة يلي معقول الدوم فيها الدوم شهر وفيها تكون خطوط عريضة للسنة باكملة في بعض العنوين المهمة المالية المالية وكل ما بالنسبة لك يعني الربح فيكون ربح ومكسب ونجاح دراسي فيكون مادي فيكون اجتماعي الى اخره لذلك حط العنوان المناسب لذلك 24-30 نوفمبر الاكثر حظا منكمل مع برشل شدي ثلاثة ايام مولو برشل شدي ضايع مش عارف حالو وين وما عم بقدر يركز كل شي بيعملوا تقريبا بدوا ريفيجن بدوا اعادة النظر لانه فيه اخطاء انت يمكن مش اشعة من المستحسن انك تتأكد من شغلك قبل ما تسلمه احتمال يكون فيه تأخير او فيه تراجع بالمعنويات فانتبه على هالامور كليا بشكل خاص 5-6-7 كنون الثاني يناير مننتقل لا برشل دلو مولو برشل دلو انهار تقدر تعود فيه عن تعب اليومين الماضين الامتحان اللي عشته بارح اولا بارح اليوم فيه مجال انه تدبر الامور وتصلح الامور الجو يمكن ما بيصح الا ما يكون فيه شخص حدك او مجموعة من الاصدقاء او المحبين حواليك فما تبقى لحالك 31 كنون الثاني يناير 1-2-5-6 شباط فبراير الاوفر حظا بنكمل مع برشل حوت مولود برشل حوت اليوم يبدو كأنك انت الليدر باي مجموعة باي مؤسسة باي جروب اليوم مولود برشل حوت تمتحن بحد زيتك تمتحن خبراتك مؤهليتك طاقاتك اذا انت مؤهل تكون ضمن المجموعة او مؤهل تكون قائد لها المجموعة جميع الاحوال شغلك يمكن بيرتكز نجاحه اليوم على دعم الاخرين للك 13-14 ادار مارس الاوفر حظان بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هايدي سنة يمكن تحمل شوي التأخير في الانطلاقة يعني تقليعها شوي بطيئة ليش؟ لانه ضروري بهيدي السنة تشتغل على حالك قبل على مؤهلاتك على كفاءاتك على نفسيتك تتصالح مع ذاتك قبل ما تنطلق بسنة كتير حلوية كانون الثاني يناير أيار مايو قيلول سبتمبر هنا أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي شكرا لألك كارمن إذا المشاهدين لليوم بعد نمأ العين بعالم الصباح إنما رح ناخد أول بريك وبتنضم من بعد لألنا روا حتى نتابع على صحة السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر